شاكر رجل صالح متزوج وله ثلاثة أبناء ويعمل بحياكة الملابس في محل صغير ورغم فقره لا يتأخر عن مساعدة الآخرين قدر استطاعته ولأنه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فقد ذهب إلى جارته الأرمالة وقدم لأبنائها الصغار ملابس العيد كهدية منه فدعت له جارته بالرزق الوفير لأنها تعلم جيدا احتياجه للمال وبعد العيد عانى شاكر كثيرا وأصبح لا يمتلك إلا مبلغا صغيرا فقرر الذهاب إلى مدينة أخرى للبحث عن عمل وأثناء ذهابه سمع فجأة صوتا يأتي من تحت الجسر ورأى شابا يجلس غير قادر على الحركة ويبكي ويستغيث فأسرع شاكر إليه وسأله عن سبب بكائه فأخبره أنه فقد الذاكرة ونسي كل شيء وما عاد يتذكر أي إنسان فحمله شاكر حتى وصل إلى الطريق الزراعي واستوقف سيارة أجرى وعاد بالشاب إلى بيته وقر علاج الشاب في بيته حتى تعود له ذاكرته وعامل شاكر وأسرته الضيف أحسن معاملة فأحبهم الشاب وشعر بعطفهم الدائم عليه وطلب من شاكر أن يعلمه مهنته بعد أن يتم له الشفاء فوافق شاكر مبتسمة وبعد أيام شفي الشاب وبدأ بالذهاب مع شاكر إلى المحل وفي أحد الأيام وعند خروج شاكر والشاب من البيت فوجئ برجل ثري ينزل من سيارته ويحتضن الشاب ويقول له البقاء لله لقد مات والدك ونحن نبحث عنك منذ أسبوع لتستلم إرث أبيك وقف شاكر والشاب في دهشة ثم قال شاكر للرجل هذا الشاب وجدته منذ أسبوع مصابا وهو فاقد للذاكرة تماما قال الرجل لشاكر في حزن أنا عم هذا الشاب وهو الإبن الوحيد لأبيه وقد توفي والده منذ أيام بسبب غيابه عنه وعدم التوصل إليه رغم عثورنا على سيارته وبها آثار حادث خطير وعندما يعود معي لبيته سيتذكر كل شيء وبعد عودة الشاب مع أمه بأسبوع واحد عادت له الذاكرة وإذا به يأتي إلى بيت شاكر ويصر على أخذه معه هو وأسرته إلى القصر ليعيشوا معه حياة سعيدة ويرد الجميل لشاكر الذي لا يعرف قلبه سوى الخير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كازي مينان رجل باكستاني مسلم هجر إلى الولايات المتحدة عام 1996 وفي عام 2013 افتتح مطعما في منطقة تجارية محاطة بالمكاتب والفنادق وبالقرب من البيت الأبيض وفي يوم الافتتاح جاءه مشرد أمريكي وطلب منه وجبة مجانية فابتسم وقال له تفضل بالدخول واستلم وجبتك وسوف أقدم لك يوميا وجبة مجانية أبلغ المشرد الأمريكي أصدقائه بما فعله كازي معه وفي اليوم التالي جاء إلى المطعم مع مجموعة كبيرة من المشردين فقدم لهم كازي الوجبات المجانية وعندما سأله بعض أفراد الجالية الباكستانية لماذا يقدم كل هذه الوجبات للمشردين أخبرهم أنه يشعر بهم وأنه عانى الجوع والفقر مثلهم في بداية حياته عندما جاء إلى أمريكا وأنه يتألم عندما يرى فقراء يجمعون الطعام من القمامة ويشعر أن عليه إطعامهم ومساعدتهم لأن والدته علمته العطاء وأخبرت عندما كان صغيرا أن الإسلام يأمر بمساعدة المحتاجين وأن من أراد أن يكون قريبا من الله فعليه محبة ومساعدة الآخرين واستمر كازي في تقديم الوجبات للفقراء والمشردين دون القطاع وظل قادرا على تقديم الوجبات بعد ذلك إلا أن مطعمه تأثر بشدة من جائحة كورونا بسبب إغلاق معظم المكاتب والفنادق المحيطة بمطعمه ولأنه منذ افتتاح مطعمه لم يطلب من أحد أي مساعدة فقد أعلن إفلاسه وعدم قدرته على الاستمرار في دفع رواتب موظف المطعم وتوفير الوظائف وإطعام المحتاجين والتوقع البعض أن مطعم كازي لن تقوم له قائمة مرة أخرى إلا أن المفاجأة أسعدت قلب كازي فقد جمع له الجمهور أكثر من 300 ألف دولار من التبرعات خلال أسبوع واحد وعاد لاستقبال المشردين والمحتاجين مرة أخرى وعندما سأله رجال الصحافة كيف تدخل المشردين مطعمك وبالتأكيد تكون رائحتهم كريهة ويكون سكارة قال لهم مستحيل أن يكون الخير الصاعد إلى الله رائحته كما تقولون كما أنه لا أحد منا يعرف سبب رزقه ربما كان هؤلاء المحتاجون هم السبب بالنسبة لي ولكن ما أعلمه جيدا أن من يفعل الخير لن يجد إلا الخير الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الدكتور غالي ميلر أستاذ الرياضيات والمنطق في جامعة تورينتو كان من أنشط المبشرين في الدعوة إلى النصرانية قرر في أحد الأيام أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء والعيوب التي تعزز موقفه عند دعوته المسلمين للدين النصراني وقد توقع هذا المبشر أن يجد القرآن الذي أنزل قبل أكثر من أربعة عشر قرنا يتكلم فقط عن الصحراء وحياة الزمن الماضي وما فيه من التخلف لكنه ذهل عندما قرأ بعضه بل واكتشف أن هذا الكتاب يحوي أشياء لا توجد في أي كتاب آخر في هذا العالم كما توقع بقصر نظره أن يجد في القرآن بعض الأحداث العصيبة التي مرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأثرت في حياته مثل وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها أو وفاة بناته وأولاده لكنه لم يجد شيئا من ذلك بل الذي جعله في حيرة من أمره أنه وجد في القرآن الكريم سورة كاملة تسمى سورة مريم ووجد فيها تشريفا لمريم عليها السلام لا يوجد مثين له في كتب النصارى ولا في أناجيلهم ولم يجد كما كان يظن سورة باسم عائشة أو فاطمة رضي الله عنهما وبحبه للرياضيات وجد في القرآن أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم خمسا وعشرين مرة في القرآن في حين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أربع مرات فقط فزادت حيرة الرجل وأخذ يقرأ القرآن بتماع أكثر من مرة لعله يجد مآخذا عليه ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة وهي الآية رقم 82 في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول الدكتور ميلر عن هذه الآية لا يوجد مؤلف في العالم يؤلف كتابا ويمتلك الجرأة ويقول للقراء هذا الكتاب خالم من الأخطاء لكن القرآن يدعو المسلمين وغيرهم إلى إيجاد الأخطاء فيه ويتحداهم بأنهم لن يجدوا أيضا وقف الدكتور ميلر طويلا عند الآية رقم 30 من سورة الأنبياء أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا يقول الدكتور ميلر هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصلت به على جائزة نوبل في عام 1973 وكان عن نظرية الانفجار الكبير وهي تنص على أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه من سماوات وكواكب فكيف لرجل أمي عاش قبل 1400 سنة أن يعلم كل هذا لولا أنه موصل بالوحي من السماء الدكتور ميلر اعتنق الإسلام ومن بعدها بدأ يلقي المحاضرات في أنحاء العالم ولديه الكثير من المناظرات مع رجال الدين النصارى الذي كان هو واحدا منهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب